أقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وزير الدفاع في حكومته يؤاف غالاند بسبب مطالبته بوقف التشريعات المتعلقة بتعديل النظام القضائي وتهم نتنياهو غالاند بتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل وعدم التنصيق قبل الإدلاء بتصريحاته وانتقد زعماء المعارضة القرار ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه خطر على أمن دولة إسرائيل بدورها قالت زعيمة حزب العمال ميراث مخائلي إن نتنياهو يشكل الآن خطرا على إسرائيل أكثر من أي وقت مضى وعقب لقال تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإلغاء قانون الإصلاحات القضائية